ونبقى في أروقة البرلمان فقد بحث وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شخوان عبدالله أفق تعزيز الآليات والمسارات الدستورية والقانونية المسؤولة عن تنظيم بيئة التعاون والتنسيق والتكامل بين السلطتين والعمل على بلورة التشريعات التي تسهم في تطوير العملية التعليمية في العراق وأكد الجبوري على أهمية أن يتضمن مشروع الموازنة المقبلة تخصيصات المالية اللازمة لتغطية المتطلبات والمقتضيات التعليمية المهمة للوزارة والبدء بعملية إجراء تسوية دقيقة لمدارس النازحين في ممثليات الوزارة بالإقليم من جهته أكد عبدالله عن استعداد البرلمان من خلال لجانه المختصة إنجاح برامج وزارة التربية ومشاريعها الاستراتيجية عبر إقرار القوانين ذات الأثر المباشر للنهوض بالواقع التعليمي في العراق